وافق مجلس النواب بالرئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية يهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتسير إجراءات استخراج ترخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتجديع الاستثمار السياحي عن طريق آلية جديدة وهي الشباك الواحد بما لا يمس حق كل دها في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها وبما يهدف إلى تسير الإجراءات وتحسين مستوى الأعمال في مصر